هذه أبرز العناوين كيريان بابي نجم نادي ريال مضيدة الإسبانية جديدة يفاجأ المغربي غشرف حاكيمي بهذه الخطوة من أجل الالتحاق به بالنادي الملكية لعبوا منتخب الكنغو يصدمون الجماهير المغربية ويرفضون الصفر إلى المغرب لمواجهة المنتخب المغربي في التصفية الإفريقية لهذا السبب عميد المنتخب المغربي غالي مرمان سيس يخرج بتصليح مفاجئ عن تصرف الذي قام به حاكم زياش ويوسف انصيري في مباراة زنبيا إدارة بير ميونخ الألمانية تخرج بقرار نهائي بخصوص الدولية المغربين نصير مزراوي ومستقبله مع الفريق في الموسمة المقبلة قرر النجم الفرنسي كيليان مبابي صديق المغربي غشرف حكيمي من العودة إلى ريال مضيد الإسباني في ظل انتقال اللعب الديوك إلى الملكي خلال المركات الصيفية وفقا لصحيفة دا أتليشيكو البريطانية فإن كيليان مبابي عزز إمكانية انضمام شرف حكيمي إلى صفوف ريال مضيد كون المغربي من أعز أصدقاء النجم الفرنسي إلى جانب رغبة ريال مضيد في التعاقد مع اللعب قادر على خلافة دانيكرفخالة وتابعة النائدة ريال مضيد ترى أن اللعب المغربي أشرف حكيمي الأنسب لاستسلاء الاستلام مشعل الضهير الأيمن بالفريق كونه أحد أبناء النادي إلى جانب إمكانياته وموهبته التي تجعله من بين أبرز في العالم بمركزها وشددت الصحيفة إلى أن اسم أشرف حكيمي بات معروضا بقوة على إدارة ريال مضريدة وعودة اللعب إلى الملكي باتت ممكن أكثر من أي وقت مضى حيث يمتد عقد الدولي المغربي أشرف حكيمي مع نادي باريسان جرمان الفرنسي إلى صيف سنة 2026 ما يعقد مهام الملكي ويؤجل إمكاني التحقيق رغبة استعادة المغربي إلى ما بعد الملكات المقبلة كشف التقارير الإعلامية المحلية أن بعثة المنتخب الكنغولي ترفض الصفر إلى المملكة المغربية لخوض المواجهة التصفية لإفريقية المؤهلة إلى نهائية كأس العالم 2026 وذلك احتجاجا منها على عدة أشياء تخص بيت الداخلي للمنتخب أورد حساب لعبو الكنغوليين على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر في تغريد لهم بقول لعبو المنتخب الكنغولي يرفضون الصفر إلى المغرب اللاعبون وجزء كبير من الطاقة مرفضوا التوجه إلى المملكة المغربية بعد برمجة رحلة في الثامنة من صباح اليوم وأضافت ذات الحساب أن اللاعبين الكنغوليين متدمرون بسبب تكف الوزر المعنية بواجبات تذاكر رحلة الذهاب فقط بينما على اللاعبين أن يقتنوا من جيوبهم تذاكر رحلة العودة إلى الكنغو بعد المباراة أشارت المصادر نفسها إلى أن أفراد من الطاقم التقني يسددون من مالهم الخاص بعدما يرتبط بمستلزمات التدريب إضافة إلى أن رابع أفراد من بعثة رسمية للمنتخب تم إقصائهم من الرحلة وتعويضهم بآخرين وبرمجت مواجهة المنتخب المغربي أمام نظيره الكنغولية بعد غاد للتولتاء على أرضية الملعب الكبير لأجادير انطلاقا من الثامنة مساء بتوقيت غرينش وقد انسحب الكنغوليون من مباراة الماضية أمام النيجير بسبب عدم المصادقة على إقامة اللقاء داخل ميدانهم علق عميد المنتخب الوطني المغربي غانيم رومانسيس على ما صدر من اللاعبي المنتخب حكيم زياش ويوسف انصيري حيث قال بالحرف عميد الأسود السلوك الذي صدر من كل من حكيم زياش ويوسف انصيري عندما ضربوا قارورة الماء احتجاجا على تغيير الذي ضار لهم النخب الوطني وليد الرقراجية المباراة التي جمعت بين المغرب وزنبيا لا يمكنك التحكم فيها وصدر منهم حيث كانوا يريدون أن يعطوا أحسن ما لديهم للمنتخب في تلك المباراة وأضاف عميد الأسود أغم رومان غانيم سيس بعد نهاية المواجهة بين المنتخبين زنبيا والتي انتصر فيها أسود الأطلس بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد حيث قال لم تكن هناك أي نرفز بين اللاعبين والمدرب هذا السلوك أتى على نتيجة أنهم كانوا يريدون تقديم أفضل ما لديهم في المباراة وهذه هي كرة القدم دائما الأجواء تكون ساخنة في المباراة لقد كانوا يريدون أن يقدموا أحضل وأحسن ما لديهم من أجل المنتخب المغربي وتسجيل المزيد من الأهداف لكن الحظ لم يسعفهم وهذا ما آتار سلوكهم بعد تغييرهم وعرفت مجريات الشوط التاني لمباراة المغرب وزنبيا في استبدال حاكم زياش ويوسف النصيري ردت فعل غير متوقع من كلاهما بعدما ضرب قرورات الماء تعبيرا عن غضبهما الشديد بسبب المستوى الذي ظهر بها أعلن نادي بيرم يونخ الألمانية عن نيته في بيع عقود ستة من لاعبيه خلال السوق الصيفي المقبل في خطة تهدف إلى تجديد الفريق وتعزيز قدراته استعداد للمنافسات المحلية والأوروبية وفقا لما ذكرته وسائس كيسبورت الألمانية فإن اللاعبين المعنيين بالرحيل يتضمنون النجمة المغربين وصير مزراوي بالإضافة إلى حتى اللحظة لم يتلقى النادي البفاري أي عروض رسمية لهؤلاء اللاعبين لكنه يبحث عن تعزيز صفوف بالتعاقد مع لاعبين جدد من أجل تدعيم الفريق نوصير مزراوي الذي شارك مع الفريق البفاري في الدورية الألماني هذا الموسم تسعة عشر مباراة وقدم ثلاثة مليلات حاسمة ولعب أيضا ثمانية مباريات في دوري أبطالي أوروبا مرتبط بعقد مع النادي البفاري ميونخ يستمر حتى صيف سنة 2026 بعد انتقاله من ناديا يكس أمسر ضامة هولندية يذكر أن نوصير مزراوي اختار غيابة عن مشاركته مع المنتخب المغربي في المباريات التي قاد ضد الزنبيا والكنغو في تصفية مؤهلة لكأس العالم نظرا لقراره بأداء مناسك الحج هذا العام ترجمة نانسي قنقر